كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن شمول المتظاهرين بالتعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية إن التعديل الأول للقانون سيشمل كل من ضحى بحياته نتيجة مشاركته في التظاهرات السلمية أو بسببها أو بسبب مطالبته بالحقوق المدنية والسياسية أو تطبيق العدالة الاجتماعية ابتداء من تشرين الأول لسنة 2019 ولغاية الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي